أحلى وأطيب تحية لكم أصدقائي أسبوع جديد وحلقة جديدة مهمة بإيجابية تمن برنامج أسرار الفلك أونلاين المتجدد بكل أخبار والفلكية المميزة من يوتيوب السومرية بدي أحكي اليوم عن الأسبوع يلي بيبدأ سبت 20-22 نوفمبر وبينتهي نهار الجمعة 26-22 نوفمبر شو حمل معوها الأسبوع من مفاجآت وأحداث من التابع سوا وأكيد لكل يلي حابب يعرف أبرز الأحداث والمعلومات الفلكية الشهرية الأسبوعية أو اليومية بتقدروا تشتركوا بالSMS أو تتصلوا فينا على الأرقام الوردة بأسفل الفيديو رجاء أنتوا عم تشوفوا الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة بتضغط على زر الاشتراك الأحمر تحت وضغطوا على الجرس كمان البداية مع مولود الحمل يلي عنده أسبوع مهم ناشط شغلي كتير حركي كتير بكل الاتجاهات لكنه أسبوع مريح من المعكسات مع انتقال الشمس لبرج القوس الناري الصديقي اللي بتنتقل معه من مرحلة لمرحلة أفضل من التقدم والشغل بطريقة جيدة وإيجابية كمان بيشكل هالأسبوع تحول بحياتك أنت عم تطوي صفحة متقلبة من حياتك حتى تبدأ وحدة تاني صفحة مهمة فيها نشاط حيوية بتختفي فيها المعكسات لكن البداية رح تكون شوي ضغطة خاصة السبت والأحد مع وجود الأمر ببرج السرطان يعني ضغوطات شخصية مهنية عائلية نوعية وقت مطلبة على كافة الأصعادة كل الظروف خالية وفارغة من الخزوز مخيبة للأمال بتكتر فيها المتطلبات والمعكسات والظروف الغير مناسبة والصعبة يلي بتحمل عرائيل وتعب وتزمر من تراجع بالعلاقات والأرباح والمعنويات بدك تكون كتير كتير منتبه هادي مرن يعني ديبلوماسية هي المطلوبة بهالفترة حتى تتحلح الأمور لكن من بعد كل هالعواصف الفلكية والتقلبات رح تتحسن الأمور بشكل كتير كتير كبير خاصة الثانين والثلاثة مع انتقال الأمر إلى برج الأسد الناري الصديق وهون بكون عندنا مسلس فلكي ناري مع الشمس يلي بتكون انتقالت لبرج القوس وبتحمل معها خزوز ارتفاع بالمعنويات أيام مناسبة جدا للاجتماعات المهنية يلي بتخليك تلطئة الفرص الجديدة وتتجرق على إحدى استغيرات مهمة مما في خوف عليك عزيزي الحمل الضوء الأخضر معك الظروف كلها مشجعة حتى تنطلق بالانطلاقة سريعة جدا وبترجع تستعيد موقعك وتتحمس لتبدأ بتنفيذ مشروع طال الانتظار وكمان رح تضاعف النجاحات بشكل لافت بين الأربعة وجمعة مع انتقال الأمر لبرج العزراء الترابي يلي بشكل مربع فلكي مع الشمس من برج القوس وبتحدث عن أخبار سرة وانفراجات كتير فترة استجمام وارتياح على كافة الأصعيد أما عاطفيا بدك تنتبه شوي وجود الظهرة ببرج الجدي بمواجهة برجك بيولد بحياتك الشخصية والعائلية بعض التشويش بحيث بيفرض عليك بعض الظروف والمسؤوليات الكتيرة تجاه العائلة والشريك ممكن تطالعك مشحنات ومواجهات بدك تكون حذر جدا جدا تحمي استقرارك العائلة أما العازب رحات تغمر حياتك الشخصية بعض الشكوك والانفعالات الكتيرة وبيكون التأس العاطفي غائم ممكن خليك تعيش التباسات وغمود وبعض البلبل مواجهة الصور أسبوع إيجابي جدا جدا ومهم مع انتقال الشمس من مواجهة برجك من العقرب لبرج القوس الصديق بموقع داعم وواعد بيعطيك ظروف مهمة جدا بتخلي هالمرحلة المقبلة ووعدة بتطورات جيدة على كافة المستويات مطلوب منك انك تكون حاضر ومسؤول وتتفعل مع الظروف بطريقة موضوعية حتى تحلق باللقاءات المهنية والاجتماعية المناسبة بتتابع النشاطات المهنية المميزة مع وجود الأمر ببرج السرطان السابط والأحد وبيكون الوضع ممتاز نشاط حيوية دعم يعطيك قوة بداعية وقدرة على إيجاد الحلول كمان بيحيطك الحظ بحماسة ونشاط لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط كما بيجعلك تتمتع بأفكار قوية وقدرة على المساومة هالأمر بيخليك تدخل بمرحلة أكتر إشراقا وإيجابية فترة مناسبة لتكسيف اللقاءات والإطلاق لت لكن بالرغم من تلك الأجواء الحلوة رح تدخل بمرحلة نوعا ما مطلبة متقلبة ومعكسة تحت أسير الأمر من برج الأسد يلي بيشكل مسلس فلكي ناري مع الشمس من برج القوس يومي الثانين والثالثة يلي بيصير بعض الإشكالات وتكتر فيها المسئوليات والضغوطات وممكن تكون عم بتجاهد حتى تسيطر على أعصابك لكن بالرغم كل هالزرق الضغطة رح تتبدأ الأمور للأفضل وبتبدأ مسيرة جديدة يتطمن بالك مع وصول الأمر لبرج العزراء يلي بيشكل مربع فلكي مع الشمس من برج القوس بين الأربعة والجمعة ثلاثة يام كتير حلوين بيحملوا معنطقة إيجابية طمأنينة، انفراجات، أفرح، سعادة وأخبار، صارة وأجواء ممتازة حاول أنها تكون لعطلة الأسبوع هي بداية لمرحلة هادية مضطمنة باب الحظ مفتوح قدامك كل الظروف جيدة بتخليك تعيش أكبر لحظات عاطفياً بممتاز رح تفرح للتفاهم والشعور بالحميمية والإلفة كل الأمور بتدعي للهدوء والحب والرومانسية ورح تمرق بأفضل دورة فلكية على الصعيد الشخصي تحت تأثير كوكب الحب من برج الجدق الترابي الصديق بحيث بحرفك الحظ بإشاعة السلام والحب وتقريب وجهة أشق بخليك تمارس جاذبية كبيرة وتأثر بعض القلوب وممكن تصادفش لك حياتك إذا كنت عازب مولود الجوزق عنده أسبوع مفيد بناء حزوز بتشجعك على مواجهات اللي بتريده وعلى الجرأة باتخاذ المواقف كمان بتخليك تتغلب على كل العرائيل وتمشي بإتجاه واضح أسبوع مهم إشراق نجاح جاذبية سئة بالنفس نوعية وقت مختلفة فيها تعاطف فيها انفراجات فيها نجاحات وخاصة السبت والأحد يعني رح يكون عندك أجواء قريبة تحت تأثير الأمر من برج السرطان من البيت الثاني بيت المال والمكاسب بيعطيك تحول إيجابي حماسي طاقة لكن بدك تنتبه من بعض المصاريف أيام مهمة جدا ضروري أنك تهتم وتعطي أفضل ما عندك من قدرات بتابع الحظ مع انتقال الأمر لبرج الأسد ليشكل مسلس فلاكي ناري مع الشمس من برج القوس الثانين والثالثة يلي بقدم لك المزيد من الطاقة الفكرية والجسدية المزيد من الحظ الحظ رح يكون معك 100% من أجمل أيام الأسبوع حاول أنك تكسف فرص السفر والانفتاح على تجارب جديدة أو نغمة مميزة رح تطرق أبواب الحكومة والمؤسسات الكبيرة ورح تساعدك سرعة بديهتك وقوة أفكارك بالانطلاق بمشروع جديد لكن رح تتغير الظروف مع انتقال الأمر لبرج العزراء لمواجهة برجك بين الأربعة والجمعة وبيكون عندنا مربع فلكي مع الشمس من برج القوس احتمال أنك تصاب بتراجع بتأخير تعب عتب حزن أجواء مختلفة لكن غير سلبية أيام الطالبة حاول أنك تركز على الأمور المهمة وحاول أنك تستعمل لغة الحوار حتى تلاقي الحلول المناسبة بالوقت المناسب عاطفية بعد وكوكب زهرة عم يتنقل ببرج الجدي وبعد الحضور العاطفية والعائلية الوعدة والرومانسية بانتظارك رح تفرح لانفراج كبير ورح تكون على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة وحتى الزواج وشو ما كانت رغبتك أنت رح تكون سيد الموقف أما العازب ممكن تاخد قرارات ناصرية بهالأسبوع سرطان أسبوع مهم جداً جداً فرصة مينة تقدم نجاح أفق جديدة وبداية أسبوع مائية مميزة مزدهرة مع وجود الأمر ببرجك السبت والأحد يلي بيصب بمصلحتك وبيخليك تعيش مرحلة متقدمة على كافة الأصعدة وأنت لا أمهم جداً لأن وجود الأمر كوكبك الحاكم ببرجك بيسهل عليك اجتماعية أيام جيدة ممتازة بتدعمك وبتخدم مصالحك بتخليك ديناميكي تتمتلك القدرات الكبيرة على التصرف بمهارة تتابع الأمور الجيدة مع وصول الأمر للأسد يلي بيشكل مسلس فلكي ناري مع الشمس من برج القوس التنين والتلاتة يعني من البيت التاني ما يعني شراء بيت جديد ما صار عائلي جديد استقبال تغيرات أخبار على صعيد السفر ممكن لجرانة وقت مميزة ممكن كمان تحط حجر الأساس لمشروع مهم صفحة جديدة بانتظارك إيجابيات الجو مناسب جداً بيحمل معه تعاطف كأنه في مسائل مالية كتير أو امتحانات رح تمشي بشكل سريع ومتل ما بدك كمان رح تسمح لك الظروف المسيطرة بأحداث تغيير دافتي بحياتك ورح تتلاحق الأحداث بشكل سريع كمان مع انتقال الأمر لبرج العزراء يلي بيشكل مربع فلكي مع الشمس من القوس بين الأربعة والجمعة ثلاثة أيام بيعطوك سرعة خاطر حماسة قدرة فعالة تعاوم تقدم خطوات مهمة حتى الطالب صاحب العمل الحر موظف وست البيت رح يكون أيام مرتبط حركة حلوة أفكار طلاقة تحرك الأمور بقوة تطورات وعروض طارقة وخيارات متعددة على كيفة الأصعادة مثل ما شفت عزيزي السرطان من أول أسبوع لآخره جيد جدا أما عاطفيا ما بنسبك الوضع بمواجهة زهرة ببرج الجدي رح تخلي الخطط عندك تتبدل مشاريعك تتصاب بإحباط ممكن تكون في تأخير بلبلة مراوحة للمكان كمان هالأمر بيخليك متوتر وغير متطمن على سير العلاقات أما العازب ممكن يضطر لاتخاذ اتجاه جديد وطريقة مغيرة بتعطيه مع الحبيب رح أنه رح تتأرجح بين الشغف والحب من جهة والتخلي واللام وبلد من جهة تاني مولود الأسد عنده أسبوع مهم جدا جدا أسبوع ناري بامتياز تغيرات نظرة مختلفة للأمور نظرة إيجابية وفعالة حركة بكل الاتجاهات مع انتقال الشمس لبرج القوس الناري الصديق حتى يوفر لك طاقة وقدرة حتى تفتح على مشروع جديد وواعد لكن البداية شوي من مشابعات تحت أسير الأمر من السرطان يلي بيواجهك خاصة السبت والأحد وبيحمل معه تأخير مماطلة بتزيمن في الأعمال وبتكون إيام راكدة بطيئة إيام مخيبة للأمال بيحس بيكون بانتظارك خلافات فضايح التهمات وأوضاع متشابكة وأفكار مشوشة ونتائج غير مرضية لكن بترجع تقوى لحظوظ الجديد مع وصول أمر لبرجك يلي بيشكل مسلس فلاكي ناري مع الشمس من القوس يومي الثانين والثالثة ورح يكون بانتظارك إنقلب المعطيات لصالحك حماسة بتحرك الأمور بشكل كبير وبقدم لك القدر أجمل أيام الأسبوع حب نجحات إنجازات تفوق فترة بتفتح قدامك الأبواب لك ترفيه عن النفس وللإمطلاق بمرحلة جديدة بتسمح لك الظروف الفلاكية الإيجابية بعقد مصالحات وتوقيع على اتفاقيات مفيدة كمان بترتفع نسبة النجاح وبتقوم بخطوات مباركة وبتابع لحظ طريق بين الأربعة والجمعة مع وصول أمر لبرج العزرائي يلي بيشكل مربع فلاكي مع الشمس من القوس يعني من بيت التاني بيت المال بالنسبة لبرجك هون بتبليش التحديات يلي إلع علاقة بالمصاريف والقروض والديون والميزانية صفحة جديدة إلع علاقة ببيت سيارة جديدة عقد عمل جديد أو امتحانات يعني فترة حلوة كتير من اللي عزيزنا الأسد لازم يستفيد منها أما عاطفيا الجو العام رومانسي هادة تحت تأثير الزهرة من برج الجدي يلي بيسمح لك بتطوير العلاقة مهما كان مستويار كانت قديمة جديدة متقرفحة أو متينة رح يحتل الحب مرتبة عالية بحياتك ويسلط الضوء على جمال شخصيتك الجذابة ولطافتك ولبقتك أما العازل رح تكون التأثيرات الفلكية محركة للعواطف ورح تاخد قرار سريع بيقلوا بالصفحة العاطفية نحو الأفضل أو متقرر الارتباط الرسمي ألف مبروك العزراء بالرغم من وجود الشمس بمربع مع برجك من القوس بموقع معاكس رح تنطلق بسعادة وسئة بالنفس بهالأسبوع يعني بيخليك تسيطر كلياً على الأوضاع المهنية والشخصية وتستفيد من علاقات تدعمك بمشاريع أما البداية رح تكون حلوة مع وجود الأمر ببرج السرطان بموقع مناسب وجيد جداً بخليك مرتاح وبيكون بانتظارك دعم تعاطف حتى تنطلق بطريقة جيدئية مناسبة للاجتماعات والمفوضات لكن بالرغم من هالأجواء الوعدة ممكن يحمل لك الأمر من برج الأسد يلي بيشكل مسلس فلكي ناري مع الشمس برج خصمك من القوس يومي الثانين والثالثة يلي بتسبب بأجواء مزعجة ألق فوضى أوضع مرتبكة ومعقدة بتخليك تفتقر لحسن التنظيم وتشعر بتقل الضغوط وتتعرض خلال هالفترة سمعتك وكفائتك لك تشويه أو لمحيولة التشكيل ممكن تفشل أحياناً بتقديم نتيج جيدية هالأمر يلي بعرضك للمزيد من الضغوطات والحملات المسيئة ترتاح من كل هالغيوم السوداء وبتنمع انتقال أمر لبرجك بين الأربعة والجمعة وبيكون عنا مربع فلكي مع الشمس من القوس فترة مهمة بتساعدك وبتدعمك بتخليك تعيش أجواء احتفالية فرح تسلية أوقات ممتعة مع الأصدقاء والأهل والأحبة هالأمر بيخليك تعيش لنوعية وتحركات نشيطة ومصمرة بتزداد الحيوية وبتحقق أهدف كتير أسبوع مصمر ومناسب لتكسيف اللقاءات والإطلالات ما تختفي عن الأنظار عاطفيا جيد جدا وجود كوكب الحب ببرج الجدي بيخليك تعيش فترة ناشطة جدا على الصعيد الشخصي والعائلة بتتنوع في اهتمامتك وبتتكيف وبتتأقلم مع كل شي جديد بتستفيد من الفرص يلي بتوصل لك بطريقة سريعة بتخلي مشاريعك تتبلور إن كان مشاريع شخصية أو مهنية أما العازب بحيث كوكب الحب بأجواء من الحب والرومانسية إذا كنت عم بتخوض علاقة جدية توقع إن تزدهر وتوصل للاستقرار العاطفي كخطوبة أو زواج مولود الميزان عنده أسبوع مهم جدا تسمح لك التوالع الفلكية بتحقيق التقدم وتوظيف طاقتك بمجالات مهمة تحت تأثير الشمس من برج القوس وبتكون راضي تماما عن تطور الظروف والأحوال بتقدر تشتغل بدور مهم نشيط مساعي حلوة تحسين أمورك المالية كل هالفترة بتكون جيدة جدا تأثيرات إيجابية وربحة لكن بدك تنتبه من يوم ما يثبتوا الأحد لأنهم ضغطين مع وجود الأمر ببرج السرطان بتلاحظ فيه تغيير بالأجواء تغيير بالنفسية تكتر التحديات زهى ضجر حاول عزيز الميزان إنك تلعب ورقة التغاضي والتطنيش بسبب كثرة المسئوليات وضيء الوقت والمشاعر السلبية يلي رح تزدحم عليك الموعيد والاتصالات واللقاءات لكن رح ترتاح من كل هالضغوطات وبيكون محمي من الأمر من برج الأسد يلي بيشكل مسلس فلكي ناري مع الشمس من القوس الثانين والثلاثة بيخلوك تدخل بفترة حلوة مسمرة على كافة المستويات بتحملك أمال نجاح تقدم بشكل مهم لكن رح تختفي فيها هالهواجيز سواء كانت مالية أو مهنية وتستمتع بالأجوة الإيجابية يلي بتحيطك كمان بيوعدك الحظ بالفرص السهلة وبيتأمر على خصمك وعلى مختلف الظروف لمفتحتك بدك تكون جاهز حتى تقتنص الفرص وتكثف جهودك وتشتغل قبل ما يوصل الأمر لبرج العزراء بين الأربعة والجمعة يلي بيشكل مربع فلكي مع الشمس من برج القوس ما يعني ظروف ضغطة نوعية وقت ضعيفة فارغة من الحزوز فترة صعبة ومخيبة للأمال بتسبب لك تعب وقلق ومهمات صعبة وأوقات حرجة حتى عاطفياً بدك تنتبه لأنه بعكسك كوكب الحب من برج الجدي يلي بيشكل مربع مع برجك بيخليك تشعر بعدم القدرة على تحقيق المشاريع والخطط كمان ممكن تلوم الشريك على التأثير وتحاول الدفاع عن حالك وتشعر بالإرهاق والتعب أما العازب بالرغم من كل هالعواصف الفلكية العاطفية ممكن يلوح بالأفق أما البسيط بيعيد لنفسك الاتزان والسقب النفس مولود العقرب عنده أسبوع مهم جداً جداً والحدث الأهم هو انتقال الشمس لبرج القوس لبيت الميل بالنسبة لبرجك بيت الاستثمارات بيت الربح والخسارة بيت المصاريف وبيقدم لك حدث شخصي وواعد بالإضافة لانطلاءة الأسبوع المائية مع وجود الأمر ببرج السرطان يومي استبت والأحد ما يعني أنك رح تدخل بمرحلة إيجابية مرحلة فعالة بنائة هالأمر بيخلي أمنياتك كلها تتحقق وتحصل على فرصة لدعم مؤهلتك وممكن أنك تتوقع أخبار جيدة أو معلومات مفيدة جداً كمان رح تكون اتصالتك جيدة ومسمرة لازم تستفيد منها الجو العام وشجع على الحوار والمفوضات والنقاشات لكن بدك تنتبه من الظروف المعاكسة تحت أسير الأمر من برج الأسد يلي بيشكل مسلس فلكي ناري مع الشمس من القوس يومي الثانين والثلاثة بحيث بتختلف الصورة تماماً وبتزيمن فيها الأعمال وبتكتر المسئوليات وتتراجع الحزوز وبكون بانتظارك مشاكل وخلفة تحاول عزيزة أنك تفكر مرة أو مرتين وتخطط قبل ما تتهور أيام صعبة إيلي ضغطة تطلب منك الكثير من المجهود بتبدل المجهد الفلكي وبحيث فكر حزمة انتقال أمر للعزراء لا يشكل مربع فلكي مع الشمس من القوس بين الأربعة والجمعة وبيخلي حياتك المهنية تعرف تطور كبير وظروف جيدة تشتغل لصالحك تفتح قدمك فرص وأبواب جيدة أنت إنسان زكي متكلم بارع ولا بحاول أنك تنهي أعمالك قدر المستطاع عاطفياً رح تزهر حياتك العاطفية ممكن تقع بالغرام أو تلتقي الحبيب على غير موعد لأن تأثيرات كوكب الزهرة من برج الجدي بتشتغل على تعزيز العلاقات العائلية والعاطفية بها الفترة الاستثنائية أما العازب رح يعرف فترة مهمة فترة بيقدر يعقد فيها صدقات مهمة وياخد قرارات كبيرة مع الحبيب وينتقل لمرحلة مهمة يعني هي القفص الزهبي والاستقرار الجدي القوس الجو العام استثنائي أجوع وطوالع فلكية مناسبة جداً مع انتقال الشمس لبرجك بتخليك تنطلق بطاقة قوية وممتازة بتتطور فيها الأحداث بطريقة فعالة ونشاط وقدرة على الوصول للنجومية مع وجود الأمر ببرج السرطان السابط والأحد بتكون الظروف جيدة مناسبة جداً بتخلي حظوظك دعمة بتبشر فيها بدورة فلكية مهمة من التعويض والتصحيح والتصليح وإعادة النظر ببعض القرارات المهمية اللي بتتعلق بالامتحانات والأوضاع الدراسية كمان بتتعلق بالمعاملات الإدارية والأوراق الأنونية بتخليك تركن بكل الاتجاهات وتصحح الأخطاء وبتقوح وزوظك كمان من الجديد مع انتقال الأمر لبرج الأسد ليشكل مسلس فلكي ناري مع الشمس من برج القوس يومي التنين والتلاتة بيخلك تدخل بأجمل فترة فترة مشرقة جيدة إيجابية ودعمة بيقوى فيها نجمك وبتكون نوعية الوقت مناسبة جدا بتفتح قدامك مجالات جديدة حتى تقوم بعملية مالية تفاوض من أجل تعزيز المشاريع ممكن توقع على عقد طالما سعيد لقلو كمان رح تلاقي مكل ظروف وتحسن مركزك الحالي لكن بالرغم من كل هالحظوظ ممكن تدخل بدوامة فلكية بعطلة أسبوع بتبدل المشهد الإيجابي للأسوأ بين الأربعة والجمعة مع انتقال أمر للعزرائي اللي بيشكل مربع فلكي مع الشمس من برجك وبتكون الظروف ضغطة ومعاكسة هالأمر بسبب لك ظروف فيها تعب وقلق ومهمات صعبة نصيحة عزيزي ما تقصر وما تهمل إشغالك كن حذر وانتبه لصحتك ولسلامتك وبتعد عن الجدال العقيم والنقاشات وحتى التحديات عاطفيا حلو بتقدم بخطوات كبيرة تحت أسير كوكب الزهرة من بيت الثاني من برج الجدي اللي بيحمل لك معه إنسي جيم وحب رومانسية عواطف حرة وأجواء ممتازة وعدة بلقاءات ودية دافية ورومانسية أما العازب ما في أجمل من هالفترة حتى توضح الالتباسات وبتأكد على نوايك للحبيب لأنك أنت بتمتلك فرص سمينة بتوجب عليك اقتناصة مولود الجدي أسبوع مهم جدا جدا فعال ناجح لكنه أسبوع دقيق الظروف بتتغير مع انتقال الشمس لمواجهة برجك من القوس بالإضافة إلى يومي السبت والأحد مع وجود الأمر بالسرطان بموقع غير مناسب ومعاكس ضاغط أيام متعبة بتتحديك وبتكون انتقال هذه الحلقة الأضعف فيها مماطلة تأخير انتقال خربطيت تراجع بين معنويات عقبات بتسبب لك معاكسات فلكية صعبة ونوعية وقت مطلبة ومنافسات وخصومات لكن تتحسن الأجواء نسبيا وبتصير جيدة مع انتقال الأمر لبرج الأسد يلي بشكل مسلس فلاكي ناري مع الشمس من القوس تلاتة والأربعة أيام ميحة حلوة حتى تصحح فيها الأخطاء حتى تتنازل شوي وتتراجع شوي حاول عزيزي الجدي انك تستفهم يلي عم بيدور حولك وتشتغل على الملفات الضرورية من أوراق قانونية وغيرها لكن عطلة الأسبوع رح تكون أفضل ما يكون تتحسن فيها الأوضاع تتبدل الظروف كليا لمصلحتك بين الأربعة والجمعة مع انتقال الأمر لبرج العزراء الترابي الصديق وبيكون عنا مربع فلكي مع الشمس من القوس بتكون التأثير الترابية بامتياز من أجمل الفترات فترة بتزيد من شأنك بتعطيك نجومية وحظوظ أيام حلوة فتكون أنت الأقوى والأنجح أيام بتعطيك قدرة على التواصل مع الأمور الصعبة ورح تنجح بحل كل العضايا المعقدة نصيحة ما ضيع عليك الوقت السمين وحاول أنك تستفيد من الأجواء الاستثنائية اللي بيحمل لك الفلك لألك من مفاجأة سارة مليانة بالحظ والظروف النجحة أنت بأمان الأجواء جيدة المناخ حلو مشجع وحفظ بالامتصارات واللقاءات المسمرة والوعدي إذن في عطلة الأسبوع رح تكون أفضل من بداية الأسبوع أما عاطفيا جيد جدا ظروف حلوة كلها عم تشتغل صالحك 100% وجود كوكب الزهرة ببرجك بيخلي الرواب التقوى وبتتبعد عن الخلافات بهالأسبوع المناسب للارتباطات وللمصالحة وحتى المبادرة ما تفوت عليك عزيزي جديد فرصة استعادة سأة الحبيب وتتصالح معه رح تنعم بأجوة عزبة وبارتياح نفسي وبتعبر عن عواطفك بقوة في مغزلات ملاطفات وحب ومحبة للشريك والولاد والأهل والأحبة أما العازب رح يفرح لظهور فرصة اجتماعية وعدة بتعارف وممكن يلتق بشخص بيلتفت له نظره من أول نظرة وكمان رح تكون منسجن معه مولود الدولو عنده أسبوع مناسب جدا اجتماعي إيجابي نوعية وقدامي ووعدة أخبار بتطمن ارتياح مصالحات تحولات جيدة جدا لصالحك هالأمر بخليك تنتصر على الأوضاع وتدخل بمرحلة أكتر إشراقا مع وجود الأمر بالسرطان يومي ثبت والأحد يلي بيحمل لك نقل نوعية مساعدة فلكية وتحركات ناشيطة ومصمرة بتخليك تنتقل لموقع أفضل بالشغل لكن رح تتبدل الظروف وتخف الطقات وتخف حماستك مع انتقال أمر للأسد يعني لأعلى نقطة بالدائرة الفلكية لا يشكل مسلس فلكي مع الشمس من برج القوس التنين والتلاتة وبيسبب لك لنوع من إزعاج ومزاجية ما تنزع الفرص حاول أنك تتغلب على طباعك الاستفزازية والعصبية وحاول أنك تستريح وتخفف من الأوهام وما تلعب بالنار وما تصدق الواهمين تلوب ضمانات لكل شيء بينعرض عليك بتتحسن الأمور وبتكون التوجهات أفضل وبتعطيك راحة تفاعل مع وصول الأمر لبرج العزراء بين الأربع والجمعة وبشكل مربع فلكي مع الشمس من القوس من الضروري أنك تصحح الأخطاء وتعيد الأمور لمجرها الطبيعي وأنك تلاحق أعمالك بنفسك حتى تسيطري من جديد على الأحداث بتتبع التقدم وبتتخطى كل الأحداث الطارقة وبتثبت عن جدارتك وبتكون أنت الرابح الأكبر ضمن هالفترة الزمنية الاستثنائية اللي بتعطيك الدعم بتكرمك وبتوصلك للقمة أيام رائعة من الانتصارات والنجاحات وبتكون أنت النجم بمحيطك تزهر علاقاتك المهنية وبتحقق أكتر من إنجاز عاطفياً وجود كوكب الزهرة بمواجهة برجك بنجدي بيولد بعض التجاز وبيت وبخليك تفقد السقب النفس وبخلي التأثير المتنقضة لكوكب الحب تخليك تواجه المخاوف وتميل للإزدواجية أو يهتف قلبك لأتي جهان كمان الجو العاصف بيصير مسألة عائلية بتخص حدا من الولاد أما العازب من الحكمة أنك تتصرف بوعي ومنطق وتبعد عن الكلام الجاف وتلتزم بالواجبيت على أكمل وجه نوصل للبرج الأخير الحوت أسبوع مهم جداً جداً بيعطيك أمل وبساعدك على الانطلاق بمرحلة مهمة مع نوعية وقت مشرقة جيدة نجحة إيجابية دعمة على كافة المستويات أسبوع ممتاز بتخطفي فيه معظم الضغطات تحت أسير الأمر من برج السرطان المائي الصديق يومي السابط والأحد وبتكون انطلاقة مهمة بداية تغيير الأجواء لطيفة جداً وإيجابية حاول أنك تنظم أشغالك بها الفترة النشيطة اللي راح تبديها بخطة سريعة وسيب تحمل لك ظروف مميزة واللقاءة استثنائية بتخدم بصالحك وبتشاجعك على أخذ المبادرة بلا خوف بلا تردد بتتمل الصورة لصالحك وبتابع الحظ مع وصول الأمر لبرج الأسد ليشكل مسلس فلكي مع الشمس من القوس يومي الثانين والثالثة هالأمر بخليك تحقيق الرغبات وتنفتح على نقاشات جديدة وعميئة وبتقوى فيها الصلاة وبتنتشر فيها الأفكار وبتطلع على أيام أكتر انتاجية أيام مريحة بتحمل لك مصالحات منقشات ومفاوضات إن كان على الصعيد العاطفي أو الاجتماعي أو المالي تسوي للأمور وبتكون النتيجة إيجابية جداً للتوقيع على عقد معين وتحقق النجاح ورا نجاح لكن راح يتبدل المشهد الفلكي تتبدل الظروف مع انتقال أمر لبرج العزراء يلي بيشكل مربع فلا كما الشمس من القوس بين الأربعة والجمعة وبتدخل بمرحلة من التحديات والمواجهات هي الفترة الأداء والأصعب بهالأسبوع فترة حامية بيكون تكتر بخلال حدة المواجهة وبتشتد النزاعات على أنواعها عاطفياً بترتاح من دقيقة كوكب الزهرة من القوس وراح تخليك تنعم بهالأسبوع بمشهد فلكي مناسب بتلطقت في الإشارات الإيجابية بتستعيد سليمك الداخلة كمان بيحمل لك كوكب الحب من برج الجدي الإنسيجيم والتناغم ما تخفي عواطفك النبيلي بالصدقة بل تكلم وصلت علي الضوء أما العازب راح تعيش ظروف مناسبة جداً لك تطري في الأوضاع والأجواء المتشنجية وأنك كمان تقنع الحبيب بوجهة نظرك وتبرر خطواتك وتبرر مواقفك المتشددة بنجاح كبير ترجمة نانسي قنقر